أهلاً أعزائي النبي موسى اتنبأ عن يسوع المسيح اسمع ما قال في سفر التثنية إصحاح 18 إصحاح 18 آية 15 يقيم لك الرب إلهك نبياً من وسطك من إخوتك مثله له تسمعون في آية 18 أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه وأما النبي الذي يطغي فيتكلم باسم كلاماً لم أوصه أن يتكلم به أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخف منهم هم يحذر طبعاً من الأنبياء الكذبة طبعاً موسى تنبأ عن يسوع المسيح والدليل بسفر أعمال الرسل بيتكلموا عن التشابه بين شخصية المسيح وموسى لكن المسيح يتفوق لأنه النموس بموسى أعطيه أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صاراة موسى حرر في القديم شعب إسرائيل من أرض العبودية من أرض مصر جاء المسيح لكل العالم حتى يحرر من عبودية الخطية ووضع نفسه وبذل نفسه من أجلك ومن أجلي مش بعث ملك ولا ملاك ولا نبي أي شخص آخر هو بنفسه قدم نفسه فدية وضحية وكفارة حتى يموت بديل عنك وعني حتى كما يقول الكتاب كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه في يسوع المسيح أيعقل بعد هذا الإعلان العظيم أن الله يرسل أمبياء آخرون هناك تشابهات كثير بين موسى والمسيح لكن المسيح يتفوق على موسى كما قال الكاتب إلى العبرانيين موسى كان خادم عبد الله لكن المسيح هو باني البيت هو الابن وباني البيت فإذن عنده الامتياز الأعظم هذا حباء الشهادة عن شخص وهوية يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر